عزيزي الوزير وصديقي العزيزة إنه لشرف وسعادة لي أن أكون معك هنا مرة أخرى في زيارتي السابقة كنت أمثل مع موفد رفيع المستوى للتحد الأوروبي إن توجهنا في السنوات الأخيرة يعكس ليس فقط كمية القضايا التي يجب أن نعليها سويا ولكن أيضا كم قودة علاقتنا سويا مع الاتحاد الأوروبي والأردن إن الأردن هي شريك لا بديل عنه للتحد الأوروبي إن الأردن هو واحد من أهم الدول لأجل الاستقلال وأود أن أحيي جلالته الملك عبد الله الذي شرفت بمقابلته بالأمس وتحدثنا وتبتلنا الأراء حول الأوضاع في المنطقة أود أن أشكر جلالته على هذا الشرف الذي أعطاه لي من أعماق قلبي أشكره جزيلة وأيضا بالأمس كان لدي الشرف أن أستقبل من قبل ماجلس العلاقات الدولية في جامعة الأردن كما قلت داخل هذه الجامعة إن الأردن كانت تدفع عن المبادئ وعلى سيادتها وعلى نزهتها الإقليمية وعلى الأماكن المقدسة في القدس ولم تضحي أبدا بهذه المبادئ لم تضحي بها أبدا فيما يخص بقية العالم ولطالما كانت إلى صف الجانب الفلسطيني وأيضا دعوني أحيي أيضا شخصكم سيادة الوزير لقد كنت واثق العزم في دعمي وتعزيز العلاق السلام وكنت لطالما كنت فصيحا في اجتماعاتنا كشريك قوي وكصديق عزيز وأيضا وأقدر هذه العلاقات الطيبة بين التحدي الأوروبي والأردن لا أرغب بالحديث عن الأرقام وأتلوها أود أن أتحدث عن هذه المشاركة الكبيرة لعزمنا لزيادة هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية إن هذا العمل الذي نقوم به لنجعله ممكننا على الأرض الواقعة هذه الشراكة ستكون جزءا من الانخراطة القوية مع الاتحاد الأوروبي ومع منطقة البحر المتوسط أنا وأنت قمنا بشراكة هذه الرئاسة وتحدثنا في برشلونة مسبقا وإن الاتحاد الأوروبي ملتزم في دعم الأردن والمنطقة بقدر المستطاع وبقدر ما تحتاجه إن شراكتنا سوف تسمح لنا لمزيد من التعاون والتقدم في الأمور الهامة فيما يخص الدفاع والأمن والطاقة والرقمنة والتطوير الإنساني في اجتماعتنا أيضا أكدت على التزام الاتحاد الأوروبي في الدعم المستمر للتنفيذ العملية الحديثة الخاصة بالأردن السياسية والاقتصادية والإصلاحات التي تعملون عليها وأود أيضا أن أشيد بهذه الصيران الرائعة لانتخابات البرلمانية في سبتمبر قمنا بهذه العملية المهمة التي تعد واحدة من أفضل الوسائل التي نستخدمها في سياستنا الخارجية حيث كانت هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وأود أن أهنئكم على هذا إن الأردن لديها دعمنا الكامل فيما يتعلق بتنفيذ المسارات الحديثة الأخرى مثل الاقتصاد والإدارة سوف نتبنى بعد المساعدات المالية يصل إلى 500 مليار دولار لدعم هذا التحول وبالإضافة لأجل مساعدة الأردن في معالجة التحديات الأمنية قمنا بتوفير الدعم العسكري إلى الجيش الأردني عن طريق البعثة الأوروبية للسلام ونحن سعداء بفعلين هذا وسوف نستمر في دعم الاتحاد الأوروبي لاستكمال هذا التعاون وأسمح لي أن أتحدث حول نهجنا الأوسع للمنطقة أنتم تعلمون الأوردن يستحق دعمنا الكامل بما يشمل كهودكم لأجل الاستقرار والعدي والسلام في المنطقة فيما يخصك غزة دعيني أولا أعبر عن هذه الأزمة الإنسانية والتدمير الكامل الذي استسبب به هذا النزاع هناك لا يوجد مزيد من الكلمات لأصف بها ما الذي يجري هنا كما قلت عدة مرات إن الرعب لا يبرر رعبا آخر وإن المأساة المدنيين في غزة هي غير مقبولة وهي مأساة من صنع البشر إنها ليست زلزال ولا بركان وليست فيضان إنها منصنع البشر وفي هذا الصباح كنت أتقابل مع محمد أحدي المنطقة الإنسانية للأمم المتحدة وإذا سمحت لي أرغب في أن أنقل لكم الصورة التي شاركنا معها في هذا الاجتماع صباحا اليوم إن العمليات الإنسانية في غزة من المتوقع أن تتوقف لأن لا يوجد مزيد من التعام ولا مزيد من الوقود المستشفيات تحولت إلى أرض المعرقة المدارس والمآوي والملائق والأطفال والنساء وكل الشيء وكل الشخص معارض الهجوم الأرقام الأطفال الذين قتلوا هي حقا مرعبة في غزة كل مكان مهدد لا مكان آمن ولا شخص آمن والعائلات في غزة يواجهون خيارات مستحيلة أن يفروا من العنف ويفروا إلى أين فلا يوجد مكان آمن للبقاء هناك أو البقاء في المجاعة بعض الأمانات في شمال غزة معرضة بشكل واضح للمجاعة وأجزاء في داخل غزة هي فقط هناك بعض القلائل جدا من المنصقين الإنسانيين الذين يعملون هناك وهم معارضون لمجاعة شديدة لأجل استمرار العمل الإنساني في غزة هذا العمل كان منظما بشكل كبير هناك بعد الثمانية من أعضائنا هناك يقومون بمحاولة لأجل التعامل على الظروف المستحيلة التي مفروضة ولهذا قامت الأردن بتسهيل حوالي أربعين في المائة فقط من الحرقة الإنسانية داخل غزة فقط أربعين في المائة من الثلاثمائة وعشرين الباقية تجاهلهم أو تم عرقلة الدخول أو ألغي دخولهم بسبب التحديات الأمنية واللوجستية المفروضة علينا هناك الشعب في غزة لا يمكنه أن يستمر للحصول أو الانتظار أكثر حصولي على هذه المساعدة الإنسانية وأنا أكرر اليوم الأسنين القادم إلا لو تغير الشيء لن يستطيع أن يذهب هذا الدعم مرة أخرى إلى غزة لا تعامل وقود كما أذانت الأردن إنهاء عمل الأنشطة الخاصة بوقلة الأمم المتحدة هناك إنهم يعردون دخول هذه المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا يعردون العاملين الإنسانية في الأنر وإلى الخطر في سبتمبر كنا بعمل هذا التحالف الدولي لأجل حل الدولتين وكنا نستمر في العمل على نفس هذا السياق ولكن الآن هذه الحالة طارئة الحالة طارئة جدا لأجل محاولة مساعدة أن منهم في حاجة إلى غزة هناك في غزة الوضع كارثيا يزداد السوء قال أحدهم أن الناس في غزة يعملون أقل من الحيوانات للأسف وهذا ما يحدث إنهم يعملون بهذا الشكل المريع ولكنهم بشر ولا يمكن للحرب أن تغير هذه الحقائق أليس كذلك يا عزيزي وفي الاتحاد الأوروبي سوف نفعل كل ما بوسعنا نجعل الجميع على درايم بما يحدث هناك لا يوجد مجتمع هناك في غزة إنهم فقط أفراد يحاربون لأجل نجال يوم آخر قبل أن يتعرضوا للقصف في الأمس تحدثت بالأمس وقررت هذه حرب ضد الأطفال لابد أن يكون هناك دخول المساعدات الناس في غزة إنهم يقومون بقصف أطفال أقل من تسع وخمس سنوات لا يمكن للعالم أن يتحمل هذا الوضع بإسم الإنسانية بإسم الإنسانية بإسم أن ومعننا بأن كل شخص يستحق المعاملة الجيدة هذه المجازر لا بد أن تتوقف وهذا ما أردت أن أعبر عنه خلال زيارتي لأردن إن المجتمع الدولي لا بد أن يتدخل ويقوم بعمل الشيء لإقاف هذه المجازر